أهلا بكم من جديد مشاهدين أيضا حسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على تسجيل تساقط أمطار رعدية ستكون محليا معتبرة إن شاء الله بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل على سيدي بالعباس تيسم سيلة الأغواط برج بوع ريج بني عباس وليت المسيلة كذلك تيارة تبسى باتنا سطيف عينتي موشنت أيضا الجلفة تلمسان البيض وولاية خنشلة باقي الولاية المعنية بتساقط الأمطار هي كل من عين الدفلة لمدية سعيدة نعامة ولاية البويرة مع سكر وهران ولاة جلال بشار تندوف أدرار وبرج باجي مختار وحسب توقعات النماذج الرقمية للرصد الجوي فيرتقى بإن شاء الله الأمطار ستكون محليا معتبرة خلال ظاهرة اليوم تمتد الرعود لتخص حتى سواحل الشرقية كبجاية جي جلسكيك داعنا أواخر ظاهرة اليوم برعود منعزلة ستكون ناشطة لاحظوا خلال يوم الغد السبت الأمطار ستكون محليا معتبرة دائما على قسنطينة سطيف خنشلة وتبسة الكميات قد تصل إلى 15 مم محليا أيضا باقي الولايات المعنية هي بوسعادة الجلفة أفلوم الشريان عامل بيت سعيدة سيدي بالعباس تيارة سقهراس وولاية تبسة كما سبق وذكرت فيما يخص الولايات الجنوبية تحديدا بالجنوب الغربي أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار وتسلي كذلك رعود منعزلة ناشطة مرفوقة بتساقط أمطار محليا ستكون معتبرة حتى خلال ظاهرة يوم الغد بحول الله أما فيما يخص مشاهدين درجات الحرارة القصوى كعلى مقضية ستة وربعين درجة بإنسالح وأدراء تين وربعين درجة بمرجباجي مختار وإنقزام أربعين درجة بإليزي جانات المناطق الشمالية ستكون مرتفعة نوعا ما فيما يخص المناطق الداخلية الغربية وكذلك الوسطى كعلى مقضية تسعة وثلاثين درجة على الشلف غيريزان سيدي بالعباس بوسعادة ولمسيلة تنين وثلاثين درجة على الجزائر العاصمة البوليدة تيبازا وبومرداس عنابا بجاية جيجل سيك تلاتة وثلاثين درجة سبعة وثلاثين درجة على وهران مصد غانم وعينتي موشنت بتيزي وزو تقارب في حدود تلاتين درجة كذلك على قصنطينا وأم البواقي أما بالنسبة لكل من معسكر تلمسان مغنية نعامة والبيض كذلك بمشرية تترى خلال ظهيرة اليوم الجمعة بين حوالي 30 إلى 35 درجة تحت الظل مع تقص سيكون أو هبوب رياح قوية بالنسبة للمناطق الجنوبية أما حالة البحر فسيكون بإذن الله هادئ إلى قليل الاستراب بالنسبة للسواحل الشرقية مصدرب لها إجعل السواحل الوسطى وكذلك الغربية رياح تتعدى سرعة الخمسين كيلومتر في الساعة خلال ظهيرة اليوم إذن المشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضعية الجمدية المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة بحول لا أشكركم على كرب الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل